طيب نذهب الى المدرعات المصرية التي ستصدر الى فرنسا والنهاردة في عندنا خبر في الحقيقة بيقول انه مصر ستقوم طبعا الخبر جاء على لسان الاهرام الاقتصادي اننا بنقوم بتصدير مدرعات مصرية العديد من الدول الاوروبية والافريقية وبيقول الحديث هنا عن مدرعة فهد التي هي صناعة مصرية خالصة ويقول السيد اللواء المسؤول عن هذه العملية اللواء عمر عبدالعزيز رئيس مصنع قادر بيقول انه تعتمد على هذه المدرعة السلطنة عمان والشرطة العمانية تعتمد عليها بنسبة 100% وكمان بيقول انه تم تصدير للكويت فقط 210 مدرعة وللجزائر 200 مدرعة كما تم تصديرها الاردن ومملكة العربية السعودية والبوسنة والهارسك وتعمل في بنجلديشك عربيات ادارة وسيطرة وفي السودان هي موجودة مع القوات الخاصة وظهرت في العراق كمدرعات قيادة وسيطرة وادارة ويبدو ان هناك ايضا مبيعات لهذه المدرعة لبروندي في سنة 2019 بيقول سيادة اللواء انه صدرت 19 مدرعة الى بروندي واخيرا يبدو ان هناك صفقة لتصدير هذه المدرعة المدرعة فهد لو ينفى يعني يا جماعة نجيب صورتها برضو تبقى كويسة تطلع معنا كده في الصورة المدرعة فهد دي معروفة يعني عند المصريين بيقول لك بقى سيادة اللواء ان احنا هنضيف لها دروع مكونة من السيراميك حتى تتوائم والمتطلبات الفرنسية والاوروبية وهيتم عملية بيعها لفرنسا لكن انا لازم اسأل نفسي هنا اللو نعرفه ان احنا بناخد مدرعات فرنسية نستخدمها في الشرطة المصرية ودي حكاية معروفة ومشهورة فهو احنا ليه بني ايه ايه دي صورة المدرعة فهد ايه فاحنا ليه بني استخدم مدرعات الفرنسية بقى لما الفرنساويين بياخدوا مننا مدرعة فهد ويأتي السؤال رقم اتنين هو المدرعة فهد رايحة للفرنسيين ولا رايحة للأوكرانيين يعني هل هي فرنسا تحتاج لهذه المدرعات الان ولا هي في طريقها الى اوكرانيا عبر المشتري الفرنسي مسألة هنكتشفها وهتتضح وهبان والفرنسيين هيعلنوا والأوكرانيين هيعلنوا ولو دول ما اعلنوش ودول ما اعلنوش فيديوهات العملات العسكرية على الاراضي الاوكرانية مرترطة على الانترنت بشكل يومي الاوكرانيين ناقلين الحرب اونلاين وتقدر تكتشف مدرعات مصر راحة ولا لا لكن مبروك كويس بنصدر اخيرا حاجة كويس نحن بنصدر سلاح اتمنى نحن نصدر لكل العالم مش لفرنسا ومجموعة من الدول الافريقية والعربية فقط لكن اخبار الدولار ايه بقى بنصدر بناخد دولار فينه بقى اي حاجة ولا ايه لانه سيادة اللي هو اتكلم كتير جدا جدا عن صدر فينه وبقى فينه وبقى فين بس نفيش كلام عن الفلوس خالص هو احنا بنبعدها هدايا ولا ايه؟ لو بنبعدها هدايا سيادة اللي هو قلنا سيادة اللي هو عمر عبد العزيز لو بنبعد المدرعات للدورة العربية يعني مثلا بيقولك الكويت واخده 210 مدرعة الجزائر واخده 200 مدرعة هدايا دول ولا في فلوس؟ بعت المدرعة بكامية سيادة اللي هو عمر عبد العزيز دولارات فين؟ ولا احنا مش هنشوف دولارات خالص؟ واللحظاتك بيبيع بالجنيه المصري برضو. ده تبقى نيلة من ايه لبنيلة لو بيبيع بالجنيه المصري كمان. لكن يعني ربنا يبارك لك واتمنى تبيع عشرين تلاتين الف مدرعة في السنة. يا سلام. يا رب يعني مش عارف اقول لك ايه. يا رب ببيع تلتمائة الف مدرعة في السنة. انا اول واحد اسعد بيه هذا. وارفع لك القبعة ومش اسألك حتى على الدولارات. هبقى اسألك طبعا المفروض اسألك يعني. شغلانت ان انا اسألك. الدولارات فين بقى مبروك ها. فيه الدولار. تقرير كله على بعضه مفيش كلام على الفلوز. فيه كلام ان فرنسا هتاخد مننا. ومش عارف مين خده مين خده مين. دولارات كام بقى عبعت بكام المصنع بقى. مصنع قادر ده. هل هو قادر على ادخال دولارات للحكومة المصرية والشعب المصر غالبان. ولا الدولارات دي بتروح في حدة تانية. ولا ايش زحب. صحيح احمد بس فيه معنومتين مهمة او ان نذكرهم في هذا المقام. طبع. احققها للحق يعني. مضرعة دي. اه. المضرعة فهد هي مضرعة مصرية. طبع. منشأة من عام 1985 في الهيئة العربية للتصديح. دي حقيقة. اه. وهي انشأت في هذا التاريخ يا احمد كناقلة جنود. يعني من هذا التاريخ ناقلة جنود. لم يأتي الذكر على تحدثها او تطويرها لعملات قتالية او غيره. انما حاولك ليه فرنسا اللي خددتها. طب انا بقصى حضراتكو. عشان ما محدش بس برضو تجربة القضية ان احنا يعني ده تسليح جديد لا لا مطلق. للمؤسف ان فرنسا كانت بتحتال غرب افريقيا. فرنسا يعني اكتر الدولة السعمارية فرنسا وانجلترا كانوا مهيمينين على افريقيا كلها. لما حتى الان لا تزال تحت الوصاية الفرنسية بشكل سياسي تمن دول اللي بسموها اللي هي الدول الاتحادية الفرنسية في غرب افريقيا. يعني زي موريتانيا السنغال غينيا ساحل العاج بوركينا فاسو بنين النيجر جنوب السودان تمن دول بتعتبرهم فرنسا هم تحت الاحتلال او تحت الوصاية يعني. قرارهم السياسي من خلال الاتحادية الفرنسية في هناك في باريس. تدركت ان في بعض الدول المؤسف ان عملتها مرهونة بالبنك الفرنسي وان دهاب محطوط في البنك الفرنسي. فلما تيجي النهاردة فرنسا يقولك فرنسا حصلت على المدرعة فهد. اعرف كواس اوي المدرعة فهد هي راحة لدول افريقية من احدى الدول اللي على الوصاية الفرنسية. 85 هي 86 نفسنا نقول ماذا صنعنا بعد من هذا التاريخ. مدرعة فهد مدرعة قديمة يا جماعة. ده انا رجل عجوز يعني اوي يعني من تملينات ونكلم عنها اهي. مدرعة الجميلة دي ناقلة الجنود. ناقلة الجنود الحلوة دي. والله حلوة وجميلة. ويريت والله نريد ان نفخر. بالمناسبة حضراتكو المدرعة دي ناقلناها في موازن معرض العسكرية في المنطقة العربية. في الموازن مش عارك كان فيه حاجة في دبي. فيه حاجة في جدة. ناقلناها في اكتر. جميل جميل. عايز بس. ايه الاخبار. ايه بقيت الاخبار. ايه بقيت الاسلاحة الاخرى نصنعناها. عشان بس نبقى عارفين حضراتكو برضو. يعني نبقى احنا عارفين. بعيدا عن جهاز الكوف تلوها. اللي ضرر اندسية القاتل المسلاحة عاملته ده. والاسف تلقى اجذوبه كبرا. ما دي مشكلة. اسؤول حاجة. عايز اقول بس المدرعة فهد كانت هي المدرعة البطل فيه. مسبحة ماس بيرو. الاسف الشديد اه. وهي دي المدرعة اللي قفزت على اخوتنا العباط في المظاهرة امام. اه. وعلى رأسهم الشهيد مينا دانيال يعني. في امام مبنى الازاع والتلفزيون في ماس بيرو. فهي مدرعة برضو. مصرية مصرية. مصرية مصرية اه. يعني مصرية مصرية.